لو قال لك قائل أريد تدمير مجتمعك دينيا ودنيويا وأنت تعينني على ذلك وفرح به ومسرور ومن غير أن تشعر هل سيجد طريقة أفضل من الطريقة التي تسلكها العلمانية؟ وذلك بنزع سلطة الأب عن بيته وبتحرير المرأة من أي ضوابط دينية أو أخلاقية وبرفع سيادة أوليائها عنها وبإعطاء الأولاد الحرية الكاملة في تصرفاتهم النتيجة بيوت خربة كل يسير على رأسه ومجتمع فاسد ونساء عاريات تلعب بهن الذئاب وكثرة أولاد الحرام الذين لا معيل لهم ولا حقوق شباب أشباه الرجال بلا عقول سوى الشهوة والهوى لا تعرف هل هم رجال أم نساء كثرة الفساد بين الشباب والبنات بأنواع الإنحلال الخلقي والديني فتكثر الجريمة في البلاد بأنواعها والنهاية مجتمع مهترئ خرب هذا ما يحدث باختصار وللأسف طمع الناس وتهافتهم على الدنيا جعلهم أكبر معين على ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر